اسمي مارورتاسي عمر 12 سنة أدرس بمجموعة مدارس لمزيبر المستوى السادس يبدأ في الجيم أقدم لكم موضوعا عن فيروس كورونا موضوع الساعة فيروس كورونا كوفيد 19 العالم متطور ناطحات السحاب هواتف حواسيب طائرات وقاطرات سهيرة الكل مرتاح والكل مستريح كل الوسائل الضرورية متاحة وفي القرن الواحد والعشرين وبالتحديد أواخر عام 2019 جاء عدو خثي المسمى بفيروس كورونا كوفيد 19 فغير نظام العالمي كورونا فيروس صغير لا يرعب العين المجردة قتل الآلاف حول العالم مصدره الصين مدينة ووهان ثم انتشر في العالم كله أعراض هذا المرض هي السعال الحمى وضيق التنفس هذا الفيروس سريع الانتشار قاتل المسنين المصابين بأمراض المزمنة قذاء السكري أو ضيق التنفس لذلك كانت القارة الأوروبية والأمريكية أكثر تدروراً لهذا تسمى القارة العجوز كان هذا الوباء إيجابي للطبيعة فقد ارتاحت السماء والأرض والبحر حيث غطت السماء في نوم عميق منتدرة انتهاء الجائحة لأن الرحلات الجوية توقفت وكذا الأرض فلم تعد هناك سيارات أو قطارات أو حافلات لتزعجها والبحر غطه أيضاً في سبات عميق لأن الرحلات البحرية توقفت لكن ليس بشكل نهائي فإن ميناء التنجر المتوسط يستقبل البضائع من الخارج لقد نمت الأزهار وتفتحت الورد وصفت المياه وخرجت الحيوانات وغردت الطيور لأن الإنسان الذي يتهس بقدمه تلك الأزهار غائب الذي يلوث المياه والهواء مسجون لهذا فرحت الحيوانات طائرة كانت أو زاحفة أو ماشية أو سابحة كلها مسرورة بخروجها وكذا ثقب الأوزن فليست هناك سيارات ومصانع تلوث السماء فيكمل تمزقه يقال أن المغرب متحكم في تطور هذا الفيروس لهذا اتخذ عديداً من الإجراءات الاحترازية منها توقيف الدراسة إغلاق المساجد والحمامات والقاعات الرياضة وملاعب القرب والسينما والمقاهي والمطاعم ثم الالتزام بالحجر السحي وضع الكمامة والخروج إلا للدرورة القطوى مسحوباً بالوثيقة التي توزع من ترفعون السلطة للأسف يسود قلق كبير وسط الفاعلين في قطاع السياحة بالمغرب جراء استمرار إلغاء الحجوزات والأنشطة التي دأبت الوحدات الفندقية الكبرى على احتضانها بسبب توسع تشاري كوفيد-19 صومعة حسان بشموخها اشتاقت لزوارها تتمنى رجوعهم لتعلو الفرحة على وجهها وكذل معلمة التاريخية شالة وقتبت لودايا أزقتها خالية لا زوار ولا أطفال يلعبون هذه المعالم التاريخية سجلت أول خلوب لها في التاريخ لكورونا أدرارنا للاقتصاد فقد تضرر المغرب بنحو 26 مليون دولار ما يعادل 246 مليون درهم أي 24.6 ملايين سنتيم وهم ذلك بالأساس صناعة الأهلات الكهربائية بحوالي 18 مليون دولار إضافة إلى معدات الاتصال وقطاع السيارات للوقاية من هذا المرض يجب غصن اليدين جيدا على الأقل لأربعون ثانية وباستمرار أو تعقيمهما وضع الكمامة الواقية ترك مسافة الأمان بيننا الالتزام بالحجر الصحي الكامل والخروج إلا بالوثيقة كما ذكرت سابقا ممارسة الرياضة طبعا أثناء السعال أو العطاس استعملوا من دينا ونقيا فمغسلوا اليدين فورا ولا تنسوا رمعه في سلة المهملات أيها التلاميذ والتلميذات عليكم بمتابعة دراستكم عن بعد لقد أهديت هذه النصائح للمصابين بأمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي والسكري عليهم بتجنب المناطق والأماكن المزدحمة التي قد يتفاعل فيها مع أشخاص المرضى وأنت اسأل عن أحبائك دوما خصوصا إذا كانوا في الحجر الصحي عليك بتشجيعهم على ممارسة هوايتهم كالقراءة والفن والتأمل تقسم المعلومات التي تنشرها منظمة الصحة العالمية للتخفيف من قلقهم ويجب عليك أيضا أن تقدم نصائحا هادئة وسليمة لأطفالك كن مستعدا لمواجهة فيروس كورونا أولا يجب عليك أن تكون آمنا من الفيروس أن تكون ناء نبيها وواثقا في نفسك أن تكون عطوفا وتتبادل الدعم كن نبيها إذا أصبت بديقا في التنفس أولا اتصل بطبيبك ثم التمسي للرعاية الطبية فورا كن عطوفا لتواجه الخوف أثناء تفشي فيروس كورونا أثير تعافطفك مع المتدررين تعلم عن المرض لتقيم مخاطره على نحو صحيح اعتمد التدابير عملية لحماية نفسك من العدوى كن عطوفا لتتصدى لممارسات الوصمي أثناء تفشي فيروس كورونا تقاسم آخر الحقائق وتفادى التدخيم والمبالغة أظهر تضامنك مع المتدررين تحدث عن قصة الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا كن نبيها وثق في نفسك بشأن هذا الفيروس اتبعي نصائح الدقيقة بشأن الصحة العامة التي تصيرها من نظمة الصحة العالمية وسلطات الصحة المحلية تابع آخر مستجدات فيروس كورونا لتفادي نشر الشائعات تحقق دائما من المصدر الذي تأخذ منه المعلومات لا تنشر الشائعات أنت أيضا أباؤنا عليكم بمساعدتنا لانتغلب على شعورنا بالقلق أثناء فاشية فيروس كورونا المستجد تختلف استجابتنا للتغطي النفسي فقد يصبح بعضنا أكثر تعلقا أو قلقا أو انطواءا أو غضبا أو تهيجا وقد يصل الأمر إلى التبول في الفراش وغير ذلك إذن تجاوبوا مع ردود أفعالنا وقدموا لنا الدعم واستمعوا إلى مخاوفنا وأحيطونا بمزيد من الحب والاهتمام هذا سؤال يطرحه الجميع متى سينتهي فيروس كورونا؟ مطالعة أنباء بعض الورقيات اليومية نستهيلها من العيم التي كتبت أن بشائر تتولى بإمكانية نهاية كابوس فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة وقبل نهاية فصل الربيع الحالي رغم تأكيد منظمة صحة العالمية أن القضاء على هذا الفيروس لتطلب وجود اللقاح والتريثة في إجراء رفع الحجر الصحي ويترى كيف سيكون العالم بعد كورونا؟ قد تبينت نقطة ضعف العالمة ووقوفها لحد الآن بسبب منظومتها الصحية الربحية المتوحشة عاجزة أن تصدي لوباء كورونا الذي ساهم في إسقاط هيبتها وكشف فجاجية نظريتها المتأدلجة بل أحدث لها انسدادا ما فتأ يدفع البشرية إلى إعادة طرح السؤال الوجودي وموقف الإنسان من الحياة والموت في ظل نظام يعيش على تناقض مع كينونة الإنسان وبالتالي صار يبحث عن نظام كوني جديد لا نزعم أنه سيحدث تغييرا جدريا في نظام العالمة الحالي أو أنه سيجبر الولايات المتحدة على ترك مربع القيادة والمجد على المدى القصير لكنه سيصفر على الأقل عن تغيير قواعد اللعبة وتعديل في خرائط التحكم وبالتالي ذهر عالمة معدلة وأكثر توازنا واستحضارا للأمن الصحي وسيكون للشرق وخصوصا التنين الصيني الدورة المؤثرة في هندسته في الأخير أود أن أواجه رسالة شكر وتقدير للأطباء والممردين جنود الخفاء الذين يقفون في الصف الأمامي لمواجهة هذا الوباء وكذا رجال ونساء الشرطة والدرك الملكي وغيرهم لأنهم هم الذين يكافحون هذا الوباء يبدلون جهدا جبارا لكي يحموا بلادهم يا سامع هذا الفيديو ارفع معي يديك إلى السماء قائلا اللهم يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف اللهم القف بنا في تيسير كل أمر شكرا على المتابعة قدم لكم هذا المشروع من طرف مرورتاسي آخر الرسالة ابقوا في منازلكم لكي تحموا بلادكم